الباب الثالث الفصل الرابع المذهب البويهي الشيخ المفيد وأسس المذهب البويهي نتحدث الآن عن الدليل التاريخي يقدم الشيخ المفيد في عدد من كتبه مجموعة أدلة تاريخية وعقلية وروائية وإعجازية على وجود الإمام الثاني عشر ابن الحسن العسكري وقد درست هذه الأدلة بين قوسين في كتابي الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري حقيقة تاريخية أم فرضية فلسفية وسوف أقتصر هنا على ما رواها المفيد من أدلة حول الموضوع يقول الشيخ المفيد إن الخبر بصحة ولد الحسن قد ثبت بأوكد ما تثبت به أنساب الجمهور من الناس إذ كان النسب يثبت بقول القابلة ومثلها من النساء التي جرت عادتهن بحضور ولادة النساء وتولي معونتهن عليه وباعتراف صاحب الفراش يعني الزوج وحده بذلك دون من سواه وبشهادة رجلين من المسلمين على إقرار الأبي بنسب الأبن منه هذه أدلة عادية يعني عامة وقد ثبت أو ثبتت أخبار عن جماعة من أهل الديانة والفضل والورع والزهد والعبادة والفقه عن الحسن بن علي عليه السلام أنه اعترف بولده المهدي وآذنهم بوجوده ونص لهم على إمامته من بعده وبمشاهدة بعضهم له طفلا وبعضهم له يافعا وشابا كاملا وإخراجهم إلى شيعته بعد أبي الأوامر والنواهي والأجوبة عن المسائل وتسليمهم له حقوق الأئمة من أصحابه وقد ذكرت أسماء جماعة ممن وصفت حالهم من ثقات الحسن بن علي وخاصته المعروفين بخدمته والتحقيق به وأثبت ما رووه عنه في وجود ولده ومشاهدتهم من بعده وسمعهم النص بالإمامة عليه هذا ما يقوله المفيد ولا يذكر المفيد من هم الجماعة الذين شاهدوا ابن الحسن وليدا وطفلا وشابا يافعا خبر الولادة هناك رواية وحيدة عن حكيمة وفي رواية أخرى عن خديجة عمة الحسن العسكري رواها الشيخ محمد بن علي بن بابويه الصدوق المتوفي سنة 381 والشيخ الطوسي المتوفي سنة 460 رووه هذه الرواية بأشكال متعددة بزيادة ونقصان ورواها الشيخ المفيد باختصار شديد أو في الحقيقة بجملة واحدة فقط كأنه يرفض ما جاء فيها من أساطير يقول إنها رأت القائم ليلة مولده وبعد ذلك هذه عن حكيمة التي يقال أنها كانت القابلة ينقل عنها الشيخ المفيد أنها رأت القائم ليلة مولده وبعد ذلك وهي كما يلي هذه الرواية مالتا تقول حكيمة الرواية اللي منقول ينقلها الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي تقول حكيمة إن نرجس لم يكن بها أي أثر للحمل التفتوا إلى هذه النقطة نرجس لم يكن بها أي أثر للحمل وإنها لم تكن تعرف ذلك وعندما قالت لها حكيمة إنها ستلد هذه الليلة استغربت وقالت يا مولاتي ما أعرى شيء من هذا حتى إذا كان آخر الليل وقت طلوع الفجر وثبت فزع وقالت ظهر بي الأمر الذي أخبرك مولاي فأقبلت حكيمة تقرأ على نرجس القرآن فأجابها الجنين من بطن أمه يقرأ مثل ما تقرأ وسلم عليها مما أثار فزعها طبعا كل أم تفزع وكل أمرأة تفزع أنت ما تستمع إلى طفل في بطن أمه يتكلم مثلا هذه أسطورة طبعا ولكنها هكذا تروى وإن نرجس هذا حكيمة تقول وإن نرجس ضيبت عن حكيمة فلم ترها كأنه ضرب بينها وبين نرجس حجاب مما أثار استغرابها وصراخها ولجوءها إلى أبي محمد العسكري حيث قال لها ارجع يا عم وستجدينها في مكانها قالت حكيمة فرجعت فلم ألبث أن كشف الغطاء الذي كان بيني وبينها وإذا أنا بها وعليها من أثر النور ما غشى بصري وإذا بصبي ساجدا لوجهه ثم حلق عدد من الطيور فوق رأس الوليد وقال الحسن لطير منها احمله واحفظه ورده علينا في كل أربعين يوما فتناوله الطير وطار به في جو السماء مما جعل أمه تبكي لفراقه ويقول الطوسي إن حكيمة ودعت أبا محمد وانصرفت إلى منزلها في أعقاب ولادة المهدي وعندما اشتاقت له بعد ثلاثة أيام رجعت ففتشت عنه في غرفته فلم تجده أثرا ولا سمعت له ذكرى فكرهت أن تسأل ودخلت على أبي محمد فبدأها بالقول هو يا عم في كنف الله أحرزه وستره حتى يأذن الله له فإذا غيب الله شخصي وتوفاني ورأيت شيعتي قد اختلفوا فأخبر الثقات منهم وليكن عندك مستورة وعندهم مكتومة فإن ولي الله يغيبه الله عن خلقه ويحجبه عن عباده فلا يراه أحد حتى يقدم له جبرايل فرسه ليقضي الله أمرا كان مفعولا يعني هي هذه الرواية تنفي رؤية أي شخص آخر لهذا المولود وكما يلاحظ فإن هذه الرواية التي ينقلها الصدوق والطوسي عن كذابين ومجهولين وغلات عن لسان حكيمة يرسلونها إرسالا وهي حكاية خيالية مفعمة بروح الأسطورة والغلوب ولذلك يكتفي المفيد بالقول أن حكيمة رأت القائم ليلة مولده فقط بس هذه القطعة أو هذه الجملة ومع أن الرواية الطوسي تلميث المفيد تقول أن الغيبة التامة قد ابتدأت من لحظة الولادة المزعومة حتى الظهور فإن المفيد ينقل دون سند كما هو معتاد يعني ينقل دون سند عددا من الإشاعات عن رؤية ذلك الولد في حياة الحسن العسكري وبعد وفاته ويقول أن الحسن العسكري كان يعرضه على أشخاص حين يزورونه كعمر الأهوازي ولو اطلع المفيد على رواية الشيخ الصدوق حول أب الأديان البصري لعرف ضعف الرواية التي أتمت عليها وذلك لأن البصري خادم العسكري ورسوله وحامل كتبه إلى الأمصار لم يكن يعرف خليفة العسكري ويقول أنه وصل إلى سر من رأى يعني سمراء يوم وفات العسكري فسمع الواعي في داره ووجده على المغتسل كما يقول وإذا أنا بجعفر بن علي أخيه بباب الدار وشيعة من حوله يعزونه ويهنئونه فدخل جعفر بن علي وشيعة من حوله يقدمهم السمان أثمان بن سعيد العمري يعني لا أحد كان يعرف بوجود ولد للإمام الحسن العسكري ويبدو أن المفيد لا يصدق رواية البصري التي تتضمن أيضا خروج الصبي والصلاة على جثمان أبيه أمام الملأ لأنها تتناقض مع السرية الشديدة المفترضة فلا يذكرها المفيد في أي من كتبه ويكتفي بالاعتماد على رواية مدعي النياب الخاص الأول أثمان بن سعيد العمري إنه قد مضى أبو محمد ولكن خلف فيكم من رقبته مثل هذه وأشار بيده كما ينقل إشاعات أخرى عن رجال ونساء مجهولين وبلا سند أنهم رأوا ابن الحسن هنا وهناك كما عن فتح مولى الزراري قال سمعت أبا علي ابن مطحر يذكر أنه رآه ووصف له قده وعن خادمة خادمة من هي أحد ما يعرفه وعن خادمة لإبراهيم ابن عبد أني سابوري أنها قالت كنت واقفة مع إبراهيم على الصفة فجاء صاحب الأمر حتى وقف معه وقبض على كتاب مناسكه وحدثه بعشياء وعن أبي عبد الله بن صالح أنه رآه بحذاء الحجر أو الحجر يعني حجر إسماعيل والناس يتجاذبون عليه وهو يقول ما بهذا أمره ويقول أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن إسماعيل ابن موسى بن جعفر وكان أسني شيخ من ولدي رسول الله بالعراق رأيت ابن الحسن بين المسجدين وهو غلام وعندما يتحدث المفيد عن مكان غيبة ابن الحسن فإنه يروي أدة إشاعات عن اختبائه في بيت أبي في سام الراء بالقرب من بيت الخليفة المعتمد وينسى أنه يعيز فيه كتمان شديد أو أنه ملاحق من قبل السلطة العباسية التي ترى فيه مهددا لعرشها فيروت قصة رجل اسمه علي بن الحسين يقول أنه زار الإمام المهدي في بيته في سام الراء وجلس عنده ثلاثة أيام كما يذكر قصة الحسن بن الفضل الذي يقول أنه ورد العسكر يعني سام الراء فبعث إليه الإمام المهدي سرة فيها دنانير وينقل عن الحسن بن عبد الحميد أنه شك في أمر حاجز بن يزيد أحد وكلاء المهدي فذهب إلى العسكر ومثلها من النساء التي جرت عادتهن بحضور ولادة النساء وتولي معونتهم عليها وباعتراف صاحب الفراش وحده بذلك دون من سواه وبشهادة رجلين من المسلمين على إقرار الأبي بنسب الأبن منه وهذه طرق قانونية يمكن بها عادة إثبات نسب أي ولد ولكن لا يمكن الاعتماد عليها في حالة عدم وجود أي ولد في الظاهر كما هي حالة الولد المزعوم ابن الحسن ولا سيما في ظل إنكار الحسن لوجود هكذا ولد لديه بزعم الإخفاء والتستر والوصية بأمواله إلى أمه حديث في دلالة على عدم وجود وريث له في المال والإمامة لقد حاول المفيد أن ينسف الدليل الظاهري الذي احتج به منكر وجود الولد للحسن العسكري كوصية الإمام العسكري بأمواله إلى أمه حديث وعدم وجود أي ولد له في الظاهر ونفي أهل البيت ولا سيما جعفر بن علي لموجوده فقال أما تعلقهم بوصية أبي محمد الحسن في مرضه الذي توفي إلى والدته المسمات بحديث بوقوفه وصدقاته وإسناد النظر في ذلك إليها دون غيرها فليس بشيء يعتمد في إنكار ولد له قائم من بعده مقامه من قبل أنه أمر بذلك تمام ما كان من غرضه في إخفاء ولادته وستر حاله لفسر يعني إخفاء الإمام العسكري بتفسير آخر تعسف عن متملك الأمر في زمانه إخفاء الولد عن متملك الأمر عن الخليفة المعتمدة اللي كان أضعف خليفة هذا ولو ذكر في وصيته ولدا له وأسندها إليه لناقض ذلك الغرض منه فيما ذكرناه ونافى مقصده لا سيما مع اضطراره إلى شهادة خواص الدولة العباسية عليه في الوصية وثبوت خطوطهم توقيعهم يعني فيها كالمعروف بتدبر مولى الواثق وعسكر واحد اسمه عسكر الخادم مولى محمد بن المأمون والفتح ابن عبدربه وغيرهم من شهود وقضات سلطان الوقت وحكامه لما قصد بذلك من حراسة قومه وثبوت وصيته عند قاضي الزمان وإرادته مع ذلك الستر على ولده وإهمال ذكره والحراسة لمهجته بترك التنبيه على وجوده والكف لأعدائه بذلك عن الجد والاجتهاد في طلبه ومن اشتبه عليه الأمر فيما ذكرناه حتى ظن أنه دليل على بطلان مقالي الإمامية في وجود ولد للحسن مستور عن جمهور الأنام كان بعيدا من الفهم والفطنة بائنا عن الذكاء والمعرفة عاجزا للجهل عن تصور أحوال العقلاء وتدبيرهم في المصالح يعني هنا الشيخ المفيد يفترض فرضية سرية باطنية ويتهم الذين يستخدمون المنطق الظاهري العرفي المعقول بأنهم أغبياء وما يعرفون عاجزين وما يفتهمون أي شيء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا